شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل المسجد الأقصى معيارا لحال الأمة ووزنها أمام الأمم الأخرى فكلما كانت مهابة عزيزة الجانب كان الأقصى مهابا عزيزا لقد تمكن صلاح الدين الأيوبية من بناء جبهة قوية تمتد من نصر إلى الشام والعراق وبنى منارات العلم ومحاضنة تربية الإيمانية الصحيحة فكان فتحه للقدس ودخوله المسجد الأقصى تتويجا لهذا المشروع اليوم حينما تتجرأ حفنة من شذاذ الآفاق على الأقصى فإنهم في الحقيقة لا يتجرؤون على الأقصى فحسب وإنما هي صفعة للأمة جميعا والقدس تنادي سجل يا بني أنا الأقصى أنا جامع النبوآت أنا زهرة المدارات أنا للمجد عنوان أنا ضرب البطولات أنا معراج السماوات وأشرق في جبين الشمس علامة سماوية سجل أنا القدس أنا الأنوار مشرعة أنا التاريخ والأمجاد والحاضر أنا الأصوار أنشودة حرة أنا الإنسان أنا الأقصى أنا القدس مشاهدين الكرام ما يسعدني أن أكون بصحبات فضيلة الشيخ الدكتور سلام عبد القوي أهلا بفضلتكم أهلا بكم مرحبا فضيلة الشيخ عنوان مقدمة اليوم المسجد الأقصى معيار إيمان الأمة الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن تبتلى هذه الأمة قديما وحديثا إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى في مقدساتها وفي القلب منها القدس الشريف فيبقى القدس منارة ومحطة فاصلة في تاريخ الأمم قديما وحديثا وحتى في سير الأنبياء السابقين وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا في المسجد الأقصى تعطي رمزية هامة أن الأمة وإن تحملت مسؤولية وشرف المسجد الأقصى إلا أنها في الوقت ذاته تحملت مسؤولية وشرف الدفاع عنه وتحمل تبعات الدفاع عنه ومنذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم سار أصحابه الكرام على نهجه صلى الله عليه وسلم في الدفاع عن المقدسات بإعلاء راية الجهاد في سبيل الله لنشر رسالة الله سبحانه وتعالى في الأرض كلها وللدفاع عن المقدسات ولصيانة الدين فكان المسجد الأقصى هو الميزان الذي به تنضبط البوصلة ففطن الصحابة الكرام الأوائل لهذه المسألة فعملوا جاهدين على تحريره من وطأة الاحتلال والاستعمار وكان فتح بيت المقدس في عهد سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه علامة فارقة في تاريخ الأمة بأسرها وكانت محطة من أهم محطات علاقة الأمة الإسلامية بالمسجد الأقصى ثم من بعده توالت الفتوحات التي حدثت وجاءت بعد الانتكاسات التي تعرضت لها الأمة في تاريخها القديم فكان فتح القدس مرة أخرى على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وتتطلع الأمة الآن وربما يحدث ذلك قريبا وليس بالبعيد إلى تحرير جديد بعدما دنست الصهاينة بأقدامهم ساحات وباحات المسجد الأقصى الشريف وتم حرق بعض متعلقات المسجد الأقصى بالداخل أو بالخارج فالانتهاكات التي تحدث للمسجد الأقصى ليست غريبة ولا بعيدة ولا مستبعدة على أزهان الأمة بأسرها رجالا ونساء وأطفالا كبارا وصغارا والجميع يعلم ما يحدث لقدس الآن يبقى أن ننشر الأمل بين المسلمين بأنه طالما وعد الله تبارك وتعالى بنصر الإسلام والمسلمين فوعد الله آت لا محالة وطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء وهو خاتم الأنبياء فهذه إشارة ربانية بأن القدس والأقصى ملكية خاصة للمسلمين عامة وللعرب منهم خاصة الفتوحات التي توالت للمسجد الأقصى تؤكد ذلك فنحن ننتظر فتحا جديدا وما هو على الله بعزيز وما هو ببعيد بل هو قريب جدا إن شاء الله تعالى يبقى أن تظل القدس والمسجد الأقصى قضية حية في نفوسنا لا تغيب عنا أبدا ننقلها من جيل إلى جيل من أمة إلى أمة من معنى إلى معنى تتشابك هذه الأجيال وتلك المعاني في قضية مهمة أن القدس بالنسبة لنا عقيدة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد إلينا المسجد الأقصى وأن يشرفنا بتحليله الله أمين غريبا إن شاء الله اللهم أمين وجزاك الله كل خير فضيلة الشيخ